وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إطبة يوسف فبقلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهازهم قال اتوني بأقلكم من أبيكم ألا تعون أني أو في الكيل بأن أقرر المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتي به اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما ردعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أطيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم غدت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا غدت إلينا ونميغ أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موسقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوه موسقهم قال الله ولا ما نقول بكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبباب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن حكم إلا لله عليه توتلت وعليه فليتبكل المتوكلون ولما ذخلوا من حيث أمرهم وأبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قواها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما ذخلوا على يوسف آبى إليه أقاه قال إني أنا أقولك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العر إنكم لسارقون قالوا فأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صباع الملك ولمن جاء به جمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد عننتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاببين قالوا جزاؤه من موجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يقيه ثم استخرجها من وعاء يقيه فذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أقار في ذن الملك إلا أن يشاء الله نغفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أقله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المرسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيسوا منه قال صنجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يهكم الله لي وهو قير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسى الله أن يأفيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتبلى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضق عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تاللّه تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرازا أو تكون من الهالكين قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني ذبوا فتحسسوا من يوسف باطيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دقلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف باطيه إذ أنتم جاهلون قالوا آ إنك لأمت يوسف قال أنا يوسف وهذا أقي قدمن الله علينا إنه من يتطي ويصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترت الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تكذيب عليكم اليوم يغفر الله لكم به وأرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي غلالك القديم فلما أنداء البشير ألقاه على وجهه فاغتد بصرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آبى إليه أببيه وقال دخلوا وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أببيه على العرش وقضوا له سجدا وقال يا أبت هذا فأبينوا رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البذب من بعد من البذب من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إقبتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأوين الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تبفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للعالمين وتأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرغون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشتكون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسل من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم ولداغوا الآخرة صيغ للذين اتقوا أفلا تعطلون حتى إذا استيأس الغسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راتلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أترى الناس لا يؤمنون الله الذي غفى السماوات بغير عمد ترونها ثم استباع على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبغ الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمغات جعل فيها دوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض ططع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونقل صنوان وغير صنوان وغير صنوان تسطى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعطلون وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا آئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاب الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقذار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سباء منكم ومن أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مغد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق قوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من طيفته ويغسل السقلائق فيصطيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في غلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغذب والآصان فالله أكبر الله أكبر قل من رض السماوات والأرض قل الله قل أفتقدتموا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ورع قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم دعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا ومما توقضون عليه في النار ابتغاء أخية أو متاع زبد مثله كذلك يغرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يغرب الله الأمثال للذين استدعموا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما عروا لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأباهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويقشون ربهم ويقافون سوء الحساب والذين صبغوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا صلاة وأنفقوا مما رزقناهم سطرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزبادهم وذرياتهم والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرثوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآقرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليهم الأناب الذين أعملوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين أعملوا وعملوا الصالحات الطبالهم وحسنوا مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلب عليهم الذي أوحينا إليك وهم يطرون بالرحمة قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تبتلت وإليه متاع ولو أن قرآنا سيغت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تخلوا قريبا أو تخلوا قريبا من بالهم حتى يأتي بعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ بغسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخطتهمه فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله الشركاء أقول سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم واصطدوا عن السبيل ومن يغلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق بما لهم من الله من واقف مثل الجنة التي معج المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقضوا عقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعوة قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أعباءهم بعدما جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا باقه ولقد أرسلنا غسلا من قبلك وجعلنا لهم أزبادا وذريا وما كان لغسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أدل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت بعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولمعوا أننا نأتي الأرض وننقصها من أكرافها والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أنزلناه إليك لتفجج الناس من ظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبيل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عمجا أولئك في غلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وياذي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومة من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أرجاكم من آل فرعون إذ أرجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزلنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم بمن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم غسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم فيؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأفيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتبكل المؤمنون وما لنا ألا نتبكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبغن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتبكل المتبكلون وقال الذين كفروا لغسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف بقري وخاف بعيد واستفتحوا وقاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليغ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به البياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحقيق يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقالوا عفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لا هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله بعدكم بعد الحق وبعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتموا لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرطكم وما أنتم بمصرطي إني كفرت بما أشغدتمني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ورد الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويغرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة نجتثت من فوط الأرض ما لها من قرار يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم داغ البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنبابا ليظلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يطيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية بقوة علانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات بسقا لكم وسخر لكم الفلك للتادرية في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه بإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأسلام رب إنهن أغلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بباب غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليطيم الصلاة فاجعل أفتدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يغفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي غؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفقدتهم هباء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أقرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الغسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زبال وسكنتم في مساكن الذين ولموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم ووربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف بعده رسولا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله البحث القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرا وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع حساب هذا بلغ للناس ولينذغوا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف بسم الله الرحيم